مرحبا بكم اليكم في هذه الحلقة اخطر عشر افلام روب من انتاج ناتفليكس الفيلم الاول فيرونيكا تدور قصة الفيلم في مادريد سنة 1991 حيث فتاة تجد نفسها محاصرة بقوة خارقة ومرعبة بعد ان لعبت لعبة ويجا مع اثنين من زملائها في الفصل الفيلم التاني تشريح جيندو يتم جر ابو ابنه كلاهما من المحققين السرعيين في لغض معقد اثناء محاولتهما التعرف على جثة امرأة شابة انها كانت تحتوي على اسرارا مظلمة ومرعبة الفيلم التالت لعبة جيرالد تدور قصة الفيلم حول زوجان يحاولان ادفاء الاتارة على زواجهما في منزل بعيد عن البحيرة بعد وفاة الزوج بشكل غير متوقع تركت الزوجة مكبلة اليدين الى هيكل سريرها وعليها الكفاح من اجل البقاء والتحرر الفيلم الرابع ارواح شريرة تدور احدث الفيلم حول احدى العائلات التي انتقلت حديثا الى منزل في الضواحي والذي تم غزوه من قبل الاشباح في البداية تدهر الاشباح بشكل ودي حيث تحرك الاجسام من اماكنها فاخدت العائلة الامر على سبيل اللهو والتسلية لكن سريعا ما تتحول الى اشباح شريرة وتبدأ في ترويع الاسرة قبل ان تختطف الابنت الصغرى من قبل الاشباح الفيلم الخامس الراهبة تدور احدث الفيلم في دروح تبدأ الاشياء المزعجة والغامضة بالحدود للنادي في نيو اورلينز بعد ان ترك هاتفا خلفه في البار الخاص به الفيلم السابع تدور احدث الفيلم حول مراهع بعد خضوعه لعملية زرع القلب تطارده رؤى غير مفسرة مع تزايد ازعاج الرؤى وتكرار حدوتها في كثير من الاحيان تبدأ في كشف الظروف المروعة والمؤامرة التي ادت الى وفاة المتبرع الغامض الفيلم الثامن بولار ويد تدور قصة الفيلم حول المنعزلة في المدرسة بيرد بيتشر ليس لدى التانوي اي فكرة عن الاسرار المظلمة المرتبطة التي تجدوها لا يستغرع الامر بولار ويد بكاميرا وقتا طويلة لاكتشاف ان هؤلائك الذين التقطوا صوارهم بها سيمتون قريبا الفيلم التاسع تدور احداث الفيلم حول ايلي ميلرز هو صبي يعاني من مرض نادر بسبب حساسية شديدة تجاه الهواء المطلق مما يجبر على ان يعيش حياته في ملابس واقية استحبه والديه روز واب بول الى المركز الطبي المعزول للدكتورة ايزابيلا هورن وهو منزل كبير وقديم تم تطويره ليصبح حجرا صحيا الفيلم العاشر كام تسيعد اليس فتات الكاميرات الطموحة ذات يوم لتكتشف انه تم استبدالها في برنامجها بنسخة طبق الاصل من نفسها هنا ستكون انتاج حلقتنا لا تنسوا دائمين بزر الاعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وشكرا اشتركوا في القناة